السلام عليكم و مرحبا بكم معي اليوم ان شاء الله بهذا المقادر البسيطة اللي قدامي سنحضروا عاصير رائع و الديد و بكميات كبيرة اذا عندي هنا جوج برتقالات و جوج ليمونات و جوج بلانات اذا كيف تشوفوا ماشي شي حاجة كثيرة ولكن سيعطينا كمية كبيرة و عاصير زوين بالساف اكيد ان شاء الله سيجبكم الطريقة هي ان انا غادي ناخدو الليمون و نحيدو الوقشرة ديالو و نقطعو بحال هكده لفع شع ضيمات كنزولوهم و خمش المشكلة ان انا غادي نصفي من بعد يعني وخا يبقى شع ضيمات ما تشوفوهمش ميما كنحلو بحال هكده كنحيد هات الشي البيض اللي في الداخل و كنحيد هكده لكين شع ضيمات صاف بأسهل طريقة نجدو العاصير ديالنا ده بغادي نجيبو الميكسر كاز العاصير فاشكا نطحنو غادي نحطو فيه الليمون و نزيدو عليه الماء عندي هنا اطرو ديال الماء اذا نخويتو كامل لتر ديال الماء و غادي نطحنو هاوا بعد ما تطحن غادي نجيبو حد صفايا و نصفي به طريقة سهلة و بسيطة ما كين لنعصروا الليمون لا حتى شي حاجة كتطحنو بهالطريقة كيجي رائع زمين بالصاف صافي بكل بساطة كيتصفا كيف كتشوفو را ما كتحييت شي حاجة كيتحييت غير واحد الماء القادية هادوك القشور ديال الليمون لما تعصروش صافي بحل هكدا دا بغادي ناخدو داك هاد العاصر اللي حصلنا عليه اردوه الميكسور و اردوه الكاز العاصر و نقطعو فوقو البانان صافي نقطع بحل هكدا البانان بانان را كيف عارفين الارطب يعني قطعوه باش ما كان هكدا بيدينا دغيك يتحن خاص خليه قطعه كبيره صافي و نزيده السكار ممكن لي ما كيبغي السكار يحليه بالعسل كيجزوين ورائه العسل طبيعي اذا انا غادي ندير السكار هنا غادي نزيد السكار هنا غادي رسق البانوح تلاسد مع القبار اللي كيبغي الحلاوي يزيد كثر لان الكميه را كبيره يعني ماشي مشكله جدو شوية السكار صافي و غادي نعود نطحنه و ها هو الشكل دياله اللي كنتحصل عليه في الاخير عاصر رائع وخاتر و لديد زوين بزف 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 اذا هذا هو العاصر ديالنا كيجيش هو منه بكميه كبيره ممكن ممكن انكم تزيدوا المقدار ديال ما ممكن ديرو حتى ايطرو مص الى بغيتو الى بغيتو يكون شوية جاري كثر مهم هاد العاصر راهزوين بزافو كيجي احسن من اللي كنشريه من المحلات وبالنسبة الكتافة ديال العاصر كتبقى من اختياركم يعني تقدروا تديرو قل من ايطرو يلا بغيتو العاصر يكون خاسر مزيان و تقدروا تزيدو الماء يلا بغيتو يكون جاري كثر ايطرو اذا تقريبا حصلت على واحد لتر و نصف ديال العاصر بغيتو بنانات y بغيتو ليمونات محا ايطرو الماء والسكر تقريبا واحد لتر و نصف اذا ايطرو العصر ديال ما هنحساجه فيه غير حمضة وحدة يعني ليمونة حمضة وبرتقالة وحدة كيف كانت تشوفوا غيرت الناس بارك الله وحدة الكيمية دي هي كبيرة إذن هاد العصائر منعشة بزاف خصوصا مع شهر رمضان إن شاء الله ومع الصيف يعني عصائر اللي هي زوينة بزاف غات نفعكم وهاد العصير الثاني أنا صراحة سنكا نعملو يعني بديل المناضة يعني عوض من نشري لديها هكذا مناضة من بره فكندير لهم هادة فكيجي زوين ورائع نرافقه بأي حاجة من المأكولات كيجي منعش أولادية جدا وحسن ألف مرة من المشروبات الغازية اللي كنشري من على بره إذن هنتم معي حتى كتشوفوا المكونات والطريقة باش غادين ديرو إذن غادين حساجوا ليمونة وحدة كيشفتوا معايا برتقالة فغادين حيدوا لها القشرة ديالها وغا نحيدوا لها كذلك شير كيكون بيض لداخل يعني باش ما كتجيناش مرة صافوك نقطعها إلى قطع فبها الطريقة غادين جزوينة بزف بزف إلا جربتوها إن شاء الله ما سبقه وش نهائيا استغنوا لها إذن هنتم ما كتشوفوا نقطعت البرتقالة ديالي القطع غادين ناخدوا ديك ليمونة الحمضة هاد الحمضة كنديرها فريقو يعني كندير هكذا وحد مجموعة الحبات ديال حمض فريقو يعني إلا بغيتهم العاصر فكيجي منعيشين وزوينين إذن هنتم ما كتشوفوا يعني هنا مجمدة فكن قطعها هكذا قطع ممكن تديروها عادية بلما سكون مجمدة يعني طريقة وديروا المال يكون بارد يعني يطحنوا به فكتجي منعيشة وزوينة إذن هنا الحاجة الوحيدة اللي طبعا ماشي صحية يسكى يعني البرتقال والليمون كل شي صحي ومفيد جدا ولكن هنا يعني اللي عنده العسل فممكن أنه يعوض بي احنا هنا كنا نضرغل على يعني ليموناضة يعني عواض منشري والمشروبات الغازية مالبرا فنوجده أقل ضررا والديدة وزوينة ومصنوعة في البيت إذن فهن هنتم سكار غديروه سقريبا واحد ربعات مع الكبار حتى الخمسة فكي بقيت لكم يعني اللي عنده العسل موجود وبغي يعوض بيه يعوض فطحنت هنا يا المكونات اللي عندي في إطرونس ديال الماء بالضبط هنا درس إطرون نصف هذا الميكسر اللي ترون نصف ديال الماء البارد وطحنت فيه من بعد غادي نصفي ضروري ما نصفيه باش كي سحيدوتوك الشوائب وهدوك القشيرات اللي كي بقوا هنا يا إذن بعد ما كان صفيه هنتم غادي نشوفوا معي الشكل اللي غادي نحصلوا عليه وكي شو أبسط مكونات يعني شي حوي جد اللي ما غادي عملوا النوال وحب وحدة ديال الليمون وحب وحدة ديال حامض فغادي نعمرو بيهم طويب لا بشي حاجة اللي هي زوينة والديدة ومنعيشة صفي هون بعد ما صفيتو شوفوا معي شكيل ديالو أنا غادي نمركم كي غادي نعمل لون حتى فضبه إذن غادي ناخدو قريعة ديالزاج ضروري ما نديرو في الزاج لأن الحوامد كتتفاعل مع البلاستيك يعني ما نديروش نهائيا فقريعة ديالبلاستيك فنديرو في قريعة ديالزاج كنعمر بحالها كده شوفوا الكيمية دي غادي يعطيني هنديرو في قريعة ديالزاج وندخلو لتلاجة نغطي عليهم كنسد ونخليها كده في تلاجة حتى الحين تقديم الطعام وكنحطو بارد ومنعيش ولدي جدا جدا من بين العصائر المفضلة عندي إذن فهنتو ما تبارك الله يعني حصلت على واحد الكيمية اللي بغى كيمية أكبر يضعف الكيمية إذن أنا ما كنديرش باش نخليه الأيام كنديرو غير لدك اليوم يعني الغدال عشان اللي بغى في أي وقت هكذا ينتعش به فكيلقاه والمكونات قليلة يعني ما يحتاج أننا نديرو نخبيه اليومين تلتيام أسبوع اللي بغى فكيوجده بسرعة كبيرة جوجد قيق ثلاثة في الكوزينة وهو واجد طري وتشربوه في ساعته صافي فكنديرها كدير كؤوس زينته منه بشرائح دي الحمض وكنقدموه بصحة والرحة إذن هدوهما العصائر اللي اشتركت معكم صحيين اقتصاديين ولدات بزاف بزاف والأهم من ذلك أنهم كيتوجدوا في أقل الوقت ممكن إذن تمنى شاء الله يكون أعجبكم فيديو اليوم وإذا أعجبكم ما تنسوش كيف العدد دعم والقناة تخليونا الإعجاب ديالكم وكذلك تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة بإذن الله خليسكم في أمان الله السلام عليكم